خلال استقبال جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لرئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى وتسلمه التقرير السنوي لعمال المجلسين لدور الإعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس أشاد جلالته بالجهود المخلصة والموفقة لعضاء السلطة التشريعية وما تحقق من إنجازات مهمة لتعزيز النهج الديمقراطي نعم جلالته رعاه الله أكد تطلعه إلى فصل تشريعي سادس يتم فيه مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني إشادة ملكية سامية وتقدير رفيع من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لأعضاء مجلسي الشورى والنواب على الجهود المخلصة والموفقة خلال أدوار الإنعقاد الأربعة وما تحقق من إنجازات مهمة لتعزيز النهج الديمقراطي لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن وخلال استقبال جلالته أيده الله لمعالي رئيسة مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى ونواب رئيسي المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس أعرب جلالته عن الاعتزاز بالدور الفاعل للسلطة التشريعية في دعم مسيرة التنمية الحضارية والدفاع عن مصالح الوطن العليا وتوثيق علاقات التعاون مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة جلالة العاهل المعظم حفظه الله ورعاه أكد أن البحرين لها تاريخ عريق وحاضر متطور في جميع الميادين وحققت العديد من الإنجازات الكبيرة كما نوه جلالته بما تضمنه تقرير مجلسي الشورى والنواب من إنجازات وأفكار بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي وبمستوى التعاون والتنسيق المتقدم والمثمر بين السلطتين وعملهما البناء بما يخدم المسيرة المباركة كما تطرق جلالته أيده الله إلى الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة متطلعا إلى فصل تشريعي سادس يتم فيه مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني مثنيا رعاه الله على عطاء أبناء البحرين المخلص وتكاتفهم في خدمة وطنهم ورفع رايته في كل الميادين والمحافل الدولية هذا واستعرض التقرير السنوي إحصائيات وبيانات عن أداء وإنجازات المجلسين بالإضافة إلى إجراءات بدء دور الانعقاد حيث يتطرق فيه بالتفصيل إلى الخطاب الملكي السامي وكذلك رد المجلس على الخطاب الملكي السامي وتضمن التقرير أيضا مناقشات المجلسين للمراسيم بقوانين ومشروعات القوانين والميزانيات العامة للدولة وحساباتها الختامية وكذلك زيارات الوفود الرسمية والبرلمانية والبيانات السياسية التي أصدرها المجلسان خلال دور الانعقاد الرابع تفاعلا منهما مع الأحداث والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر